العلم له علاقة بالتدين إن أنا لما أتعلم أتدين لكن مش معنى إن أنا عندي مظهر تدين يبقى أنا عندي علم لا هذا القانون لابد إن إحنا نوقفه في حياتنا وما نستحيش من ده وما حدش يجي يقول أنت ليه بتقلم الناس ما ينفعش الأستاذ حمزة ولا الأستاذ محمود ولا الأستاذ حسين اللي معايا في الشغل الملتحي يبقى هو مفتي المكتب وهو يبقى مفتي المؤسسة وهو لازم يبطل ده وهو لو ما بطلش إحنا لازم نحسسه إن ده ما يصحش إنه بيتلعب في الدين تاني حاجة نربي أولادنا ولا حتى أستاذه في المدرسة حتى أستاذه في المدرسة ما ينفعش يبقى هو المفتي بتاع المدرسة لازم يكون هو من أهل العلم تاني حاجة رب أولادكم من هم وصغيرين على إن الله سبحانه وتعالى بيحبهم وإنه سبحانه وتعالى بيعفوا عن كثير وإنه سبحانه وتعالى بيعينهم عشان يبقوا ويخرجوا أحسن ما فيهم وإن كل حد معاه ربنا سبحانه وتعالى وفتح له باب محبته وما فيش حد متروض في إنساحة مولاه أي حد هيقول يا رب الله سبحانه وتعالى يقول له لبايك عبدي وإن ربنا سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا وإحنا بنشتريش حاجة من ربنا إحنا ربنا بيتفضل علينا وبيكرمنا إن إحنا يقولنا إن إحنا وكأننا بنشتري منه لكن هو الله سبحانه وتعالى غني وإحنا فقراء ومحتاجين لنظر ربنا على الدوام ومحتاجين وده ورحمته ثالث حاجة عايزين بقى نرجع تاني لسمات تديننا الجميل عايزين نحكي وربي أولادنا على السمات السبعة للتدين المصر إنه تدين بساطة وإنه تدين طيابة وإنه تدين إبداع وابتكار وشوف الطبق الضوار إزاي وحلوة المولد وصلوا على حضرة النبي إحنا خلاص داخلين قربنا على المولد وإزاي حلوة المولد وخلت الناس تستمر في الابتكار وتستمر في سنة سيدة عائشة لما بالطيب الصدقة والتدين كمان تدين فرحة التدين عند المصرين تدين فرحة فرحة المواسم وزينة رمضان والتدين كمان تدين سعة التوسيع على الناس في المواسم وإزاي بندخل الفرحة في قلوب الناس لما الواحد بيوسع على أهله في المواسم وكمان تدين جمال جمال القرآن وكمال التواشيح وتدين كمان تدين محبة وقلفة وازاي التدين كان بيقرب قلوب الناس من بعض وكمان لازم نربي أولادنا في الخطوة دي وخطوة مهمة انهم يعرفوا حضرة النبي ويحبوا حضرة النبي ويفضلوا يتغزلوا في جمال حضرة النبي ويمدحوا في حضرة النبي ويعيشوا مع حضرة النبي واعلموا ان فيكم رسول الله فحب حضرة النبي ومعرفة حضرة النبي الباب الواسع اللي يعرف أولادنا على الله وعلى جمال الدين وساعته وكمان يحببهم في نعمة الحياة اللي بتحلو مع حبيب مولاه صلى الله عليه وآله وسلم يا رب نجعلنا قادرين نكون نساعد أولادنا على أنه نعمل لهم حص يبعد عنهم كل هذه السور الشوهاء للدين ويجمل الدين بجمال حضرة النبي وبنور حضرة النبي ونقبل على الله سبحانه وتعالى بهذه الساعة التي وسع علينا الحياة يا رب العالمين اجعلنا عونا لأولادنا واجعلنا نسير معهم في ساعة دينك وفي ساعة الحياة حتى نشكرك على مددك وعلى فضلك وعلى نعمة حبيبك ومصطفاك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين